وازلنا واستمرين مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله أمس لجون كريستمن رئيس مجلس إدارة شركة أفاتش الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول واللي بتعد أكبر منتج للنفط في مصر وتم استعراض أعمال الشركة وخططها للتثمارية خلال السنوات اللي جاية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر وجه سيادته بموصلة التنصيق وتعاون مع الشركة الأمريكية وتدليل أي تعقبات تواجه أعمالها وأيضا تعزيز جهدها وجهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان سيد الرئيس رحب بالسيد سعد الحريري في مصر مؤكدا سيادته دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف الاستعادة لاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة فضلا عن جهود تشكيل الحكومة مع أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أي خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا بأهلاء مصلحة لبنان الوطنية بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني من جانبه أشهد سيد سعد الحريري بجهود مصر الحسيسة والصادقة لحجد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعيدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيضة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضمن والأخوة وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون السنائي القائمة بين البلدين الشقيقين وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار المسؤولين بالشركة اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي والتي تعد أكبر منتج للنفط في مصر فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر وقد رحب السيد الرئيس برئيس شركة أباتشي مؤكدا سيادته دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظرا للتاريخ الممتد للشركة وصوابق نشاطها في مصر فضلا عن دورها المجتمعي المقدر في مصر معربا سيادته في هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير التي تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول وهو من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة في المنطقة موجها سيادته بمواصلة التنصيق والتعاون مع الشركة الأمريكية وتذليل أي تعقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر مؤكدا في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشركة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين من جانبه أشاد سيد كريستمان بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للسيد الرئيس والتي قادت مصر لتصبح نموذجا تنمويا واقتصاديا ناجحا ليس فقط على المستوى الإقليمي بل عالميا أيضا مشيدا بتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات ومؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي فضلا عن امتلاك مصر لكافة المقاومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه بما فيها الموقع الجغرافي المتميز والاكتشافات في مجالي البترول والغاز والبنية التحتية المتطورة كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وذلك بحضور الدكتور حانفي جبالي رئيس مجلس نواب والسفير محمد الزويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ومؤكدا سيادته على ما تتميز به العلاقة المصرية الكويتية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية مع الإعراب في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت من جانبه نقل السيد مرزوق الغانم إلى السيد الرئيس تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مؤكدا اعتزاز بلادي بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر ومسمنا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي مع الآراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني كما أشار السيد مرزوق الغنم إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت اللقاء شهد التبحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لا سيما على المستوى البرلماني فضلا عن التشوري إزاء المستجدات على الصحة الإقليمية حيث أكد السيد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري مشيرا سيادته إلى أهمية الاستمرار في تنصيق المشترك الحسيس بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة وذلك على خلفية ما تصخر به الدول العربية منطقات وقدرات ضخمة اشتركوا في القناة